مساء خير يا دكتور أنا اسمي محزوز أنا مريض روماتويد وبتعالج من عشر سنين والدكتور اللي بتابع معاه ما غير ليش العلاج بقاله عشر سنين وجاي لحضرتك عشان تغير لي العلاج أهلاً أستاذ محزوز طيب وحضرتك إيه اللي تعبك أنهي مفاصل بالزبط اللي تعبك دلوقتي مفيش مفاصل تعبان يا دكتور مفاصل الحمد لله كويس بقالها سنين أحياناً بس مع تغيير الفصول أتعب شوية لكن بيكون تعب مؤقت والدكتور بيوصف لي مسكن برضو مؤقت وكل حاجة تبقى كويسة في أسبوعين ثلاثة طيب إيه الأعراض الجانبية بتاعت العلاج اللي أنت بتاخده دلوقتي اللي بسببها حضرتك عايز تغير العلاج مفيش يا دكتور ما عنديش أي عارض جانبية من العلاج كان مرة بس من سنتين إنزيمات الكبد قلت والدكتور وصف لي مكملات أسبوعين وبعدها كل حاجة راجعت كويسة فهمت يعني حضرتك تقصد بقى بتغيير العلاج إنك عايز تقلل أو توقف العلاج لأنه مفصلة كويسة مظبوط كده؟ الدكتور كان حاول فعلاً يقلل العلاجات قبل كده مرتين وأنا تعبت فرجع العلاجات وقال لي هي دي الجرعات المناسبة ليك وهنحتاج نمشي عليها فترة قبل ما نحاول نقللها تاني بعدين مش دلوقتي أمال إيه مشكلة حضرتك؟ ليه حضرتك عايز تغير العلاج؟ هو مش المفروض يا دكتور إن العلاج يتغير كل شوية؟ معقولة بقى لسنين الدكتور كل مرة يشوف التحاليل ويكشف علي ويقول لي كل حاجة ماشية كويس ويقول لي كمل على نفس العلاج كل المرضى التانيين بلاقيهم بيقولوا كانوا ماشيين على علاجات قبل كده وكل الدكاترة بيتابعوهم بيغيروها عشان كده أنا قلت أجيلك عشان تغير للعلاج أنا كل يوم أسمع عن علاجات جديدة للروماتويد آه تمام تمام خلاص وصلت النقط وصلت الفكرة كويس قوي أوكي اتفقنا في الفيديو ده هنتكلم على شكوى بعض المرضى بعض مرضى الروماتويد المتكررة والغير مبررة الدكتور مش بيغير العلاج أنا دكتور حاتم العيشي أستاذ الأمراض الروماتزمية بكلية الطب بجامعة القاهرة بمصر ودي قناتي قناة دكتور حاتم العيشي على اليوتيوب قناتي عن الأمراض الروماتزمية المختلفة عن طرق تشخيصها وطرق علاجها مهم الطبيب الأمراض الروماتزمية في تقرير العلاج الدوائي لمريد يعاني من الروماتويد المفصلي تتلخص في أنه يتوصل للعقار أو التوليفة من العقاقير التي تتحكم كويس في نشاط مرض الروماتويد وتمنع تطوره ومضاعفاته بدون ما تعمل أعراض جانبية مزعجة أو أعراض جانبية خطيرة للمريد العملية دي ممكن تحصل من أول رشدة علاجه أو ممكن نحتاج نعمل تعديلات مرة أو مرتين على مدار الأسابيع أو الشهور لحد ما نوصل لهذه الوصفة المناسبة للمريد ووارد بعد ما نوصل لها يحصل بعد سنة أو اتنين أو أكتر أن المرض ينشط رغم الأدواء المستمرة وتصير خطة علاجنا محتاجة تعديل أو إضافات مرة تانية عشان تواكب التغير اللي حصل في المرض فيه بقى نسبة كده من المرضى المحزوزين جدا اللي علاجهم نفس علاجهم على مدار شهور كتير أو سنين بيظل مناسب ومتحكم في نشاط المرض بتاعهم ومش متسبب في أعراض جانبية ليه دول بيفضلوا على نفس علاجاتهم وفعلا بيفضلوا يزوروا الطبيب كل عدة أشهر عشان يسلم عليهم ويقول لهم كمل زي منتا أنت ماشي كويس بس تعمل يبقى محدش عاجبه حاله حتى المحزوز ده اللي العلاج نسبه ساعات بياخد على خطره ويتمنى العلاج يتغير لمجرد أن المرضى التانين الأقل حظا منه بيغيروا علاجه لو حضرتك حالتك تشبه الأستاذ محزوز علاجاتك من أسبيك على مدار سنوات ومش عاملة لك أي أعراض جانبية يعني لو حضرتك محزوز زي أخونا محزوز بنناشدك أنك لا تغير الطبيب المعالج بتاعك ولا يتغير علاجاتك ولا تطلب من طبيبك أن أنت تغير علاجاتك غير جو غير نمط حياتك غير هدومك بس علاجاتك سبها في حالها لو سمعت كنت معاكم دكتور حاتم العيشي موسيقى موسيقى موسيقى